نظمة التشكيلة الوطنية خلفت ردود أفعال مستهجنة وتساؤلات كثيرة حول مستقبل المنتخب الوطني وهو ما تفعلت معه الصحافة الوطنية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي كل هذا يرصده الزميل سامير عكون بوجه شحب يعكس حجم الأزمة التي يعيشها على العديد من المستويات ظهر المنتخب الوطني لكرة القدم في ودية الرأس الأخضر التي رسمت فكرة غياب الانسجام والتفاعل واللعب لأجل الألوان الوطنية خاصة وأن هذا الفريق لوقت قريب كان ملتقى الأحلام لكل الجزائريين بين المنافسات الإفريقية والدولية التي وجدت بكل صراحة وصدق كل الدعم والمؤازرة من حيث الإمكانيات والوسائل التي باتت مسخرة من طرف الحكومة لتقديم صورة تعكس ليس الرياضة فقط بل وزن الجزائر قلب إفريقيا وهذا ليس بدعة لأن التاريخ يؤكد هذا الكلام وبدل البناء والسير إلى الأمام على الأقل بعد العودة بقوة إلى هذه المنافسات منذ نحو عشر سوات ها هو الإخفاق يرافق ويلازم كرة القدم الجزائرية التي لم تعد هي الأخرى قادرة على تلبية الطموحات أيضا على المستوى الداخلي لكونها المتنفس لملايين الأنصار والشباب على هم يجدون ما فقدوه في الأحزاب السياسية التي لم تعد قادرة هي الأخرى على تكوين الطاقات وتأطيرها في العمل السياسي أو الجمعيات التي تبتعد من يوم لآخر عن أسس أهدافها الوصول إلى مجتمع راق قادر على تقديم البدائل والاقتراحات وهو الحال لعديد القطاعات لسان حال الجماهير الصحافة الوطنية وسائل التواصل الاجتماعي حيث الفضاء متاحا لإفراغ الشحنات والمكبوتات بخصوص هذه الهزيمة المرة لأشبال الناخب رابح ماجر أجمعت على التاجع الكبير الذي أصبح يميز هذه التشكيلة وسط أسئلة تصب في مجملية حول مستقبل الفريق والطاقم الفن الذي يتحمل مسؤولية النتيجة والأداء دون إعفاء العديد من العوامل التي حولت المنتخب الوطني كما قالت الخبر من منتخب مونديالي إلى فريق حومة وصفة حدث بعملية تهديم ممنهج لا غير الشروق ومن جهتها انصب تفسيرها لما حدث في ملعب الخمسة جوليا بفشل ماجر في رسم خطة تاكتيكية مثمرة ومقنعة وهو في حد ذاته لم يعد يعرف ماذا يحدث مع الفريق الوطني الذي ظل الجمهور صاخطا عليه تقريبا منذ بداية الشوط الثاني ومذلك ماجر متمسك ببقائه على رأس المنتخب مؤكدا كما نقلت الهدف بعد الندوة الصحفية أن استقالته ليست الحل بل ستعقد الأزمة داخل التشكيلة الوطنية وأن بقائه هو الأسوب في هذه الظروف في حين لفت الانتباه تصريح وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي غادر مدرجات ملعب خمسة جوليا قبل نهاية المباراة ونقلت النهار تعليقه بأن المنتخب الوطني يملك لاعبين دون مستوى عالمي والانهزام أمام فريق كان يحلم بمواجهتنا مرفوضة ولم تختلف تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مجملها بين التعبير عن خيبة الأمل وتعميق الإخفاق من مقابلة إلى أخرى دون وجود أي أفق وطرح العديد من التساؤلات لماذا الانتظار ومتى تتخذ قرارات صالمة لعادة المنتخب إلى سكته بعد أن فقد البوصل كيف لا في ظل غياب رؤية استشرافية واضحة ويقول أحد المعلقين ماذا نريد من هذا المنتخب هل وجه الدعوات في كل مرة لهذه الأسماء وانتظار الرفض أو الموافقة وهو الحدث أم أن البحث عن الانتصار وبناء طاقم ومنتخب في مستوى طموحات الشعب والبلد هو الهدف